روح ضبط سنانك الأول هتلاقي ويشة كمالة وساعتها نقيس صح نشتغل صح لكن في ناس بتبقى ماشية من غير سنان موجودة سنتين ثلاثة رائحين من الشمال وسنتين ثلاثة رائحين من اليمين وبيبتسم ابتسامة يا ضوبك عشان ما يبينش المفقود ويقولك لا لعص الزراعة بتطول ومش عارف يوم تعالوا نفهم النهاردة ليه السنان تاخد هذا الشكل الهم جدا في الشكل الجمال لأي إنسان النهاردة حوار مهم جدا جدا مع واحد من نجوم هذا المجال اللي هيا بيسعدني جدا بسلوبه الراقي وبشرحه التفصيل وبالنوع اللي أنا ببقى فعلا قاعد مستمتع جدا بإن أنا أسمع منه كل التفاصيل العلمية والإنسانية والتفاصيل الكواليس بتاعت القصة ليه ده بيتم وليه ده بيتم حديث مختلف تماما تسمعون النهاردة مع واحد من نجوم عالم الأسنان ضيف العزيز الأساس دكتور كريم مدحة استشاري تجميل وزراعة الأسنان الاسم المتمازل غاية أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك التوأم الهم جدا جدا في عالم طب الأسنان للزراع أكيد هو التجميل أكيد نجوم في المجال هو التجميل نجم الشباك التجميل جزء البريق جزء بقى بتاع الحوار اللي هو ايه آآ آآ فيه ابتسامة ده رقم واحد كي رقم اتنين فيه طلبات من المريض يعني يمكن في الزراعة مفيش طلبات صح ايه هو بيتكلم انا عايز ازرع. بس. وانا بتاعك. المريض يقول لك انا معاك في اي حاجة تمام. يجي بقى اول نتكلم في هوليود اسمايل والتجميل. قولك لأ استنى راقه. اقعد بقى معايا كده. ووريني بقى كده. نفصص سنة سنة وهنعمل. لزيك اول سؤال عايز اسأله لك في التجميل. ايه الطفرة اللي حصلت في التجميل. ليه التجميل للوقتي بقى نجمش بك الاول فعلا. هو قصة التجميل زي ما قلت لحضرتك او في طب الاسنان عموما. ده حصل عندنا طفرة تكنولوجية كبيرة جدا 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 باجهزة كتيرة جدا جدا وسريعة. يعني في خلال العشر خمساشر سنة اللي فاتوا دول دخل كم جهاز غيروا طب الاسنان بالمرة. اتكلمنا عن الاشعار المقطعية واهميتها. من ضمن الاجهزة التانية او السوفتوير الثانية. الدي اس دي. ده سوفتوير معين. اللي هو تصميم الرقمي للابتسامة. اللي زي ما قلنا بناخد صور معينة وندخلها على السوفتوير دوت ونقدر نطلع بيها ديزاين معين. طب بعد ما عملنا الديزاين ده. عندنا السيرك الجهاز العبقاري. اللي هو كات كام بقى والسيرك. الكات كام والسيرك والحاجات دي. الديزاين اللي حضرتك عملته ده بالدي اس دي. بتدي اردر لمالك ماشين مخرطة كده معينة. بتطلع لك الديزاين ده. لواقع الاسنان بتقدر تستخدمها او تركبها في بق المريض على طول. تاني حاجة الليزر. الليزر ده جهاز جبار. الليزر ده بنستخدم بحاجات كدير. بس للليزر. السيرك. تمام. سؤال يا عبلي بنروح للليزر. طبعا. ان الليزر انا بحبه. طبعا. لكن السيرك هنقف عنده. انا بحبه برضو. طبعا. لكن هو السيرك او الكات كام. آآ يشوق اللي لا يعني من خلاص بقى هو ده هو ده الدكتور. لا طبعا. مفيش حاجة اسمها كده. ده مجهاز كده. لا طبعا. طب هرجع لنقطة صغيرة قصة الهوليدو سمايل. آآ. مشكلتنا مع الهوليدو سمايل ان الناس واخد ان الهوليدو سمايل دي علامة تجارية او منتج بيتباع. الهوليدو سمايل دي هو بكل بساطة. ليه سميناها الهوليدو سمايل? الناس بتوع هوليدو الفنانين والممثلين والكلام ده. دول دايما معرضين للكاميرات وللأضواء. فبالتالي لازم يبقى عندهم دحكة مثالية. سميناها هوليدو سمايل عشان كده. الهوليدو سمايل دي حاجة او الدحكة المثالية اللي بنوصلها باكتر من طريقة. اللي بيساعدنا في الاكتر من طريقة دول زي ما قلت لحضرتك. التصميم الرقم اللي ابتسامة و جهاز السرك. بيساعدونا ازاي? بكل بساطة الحالة بتيجي بنبدأ نشخصها. نشوف الحالة ديت. هل الهوليدو سمايل دي هنوصلها بتركيبات زي ما حضرتك شايف كده هو. ده جهاز السرك او ده السوفتوير اللي بنتكلم عليه. او ده دي از دي. التصميم الرقمي. انك بعد ما بتصور الحالة نفسها او بتعمل التحضير للأسنان معينة بتبدأ تصمم شكل السنة نفسها على التحضير اللي حضرتك عملته. ده بيخليك تشوف قبل ما تعمل السنة دي او قبل ما تنفزها الواقع هيبقى شكلها عامل ازاي? وبالتالي بنوصل للنتائج اللي احنا شايفينها دي كلها. هوليدو سمايل مش المريض هو اللي بيحددها سواء. مش بيجي يقولك انا هعمل فينير. انا هعمل تركيبات. انا هعمل مش عارف ايه. هوليدو سمايل دي هي حالة بنوصل لها ممكن تبقى بتنضيف للأسنان. لو الأسنان عندنا حالتها كويسة ومرصوصة ولونها كويس. ممكن الأسنان عندنا تبقى مرصوصة وشكلها حلو. بس محتاجة شوي تبيض ودي حاجة مش مكلفة خالص وبتاخد وقت الصغير خالص. ممكن تبقى لأسنان لونها كويسة بس مش مرصوصة. اقوله لأ انت محتاج تعمل تقويم. كده. على جنب. مش محتاجين ولا برد ولا محتاجين مأسات ولا محتاجين اي حاجة من الكلام ده كله. زي حالة زي ديت. احنا عندنا الأسنان بتاعتنا. الحالة دي ناقصها كمان صورة. الحالة دي كان عندها دحكة لثوية ان اللي ثا بتاعتها عندها حصلها اوفردروث ان هي نامت زيادة عن اللزوم مغطية تقريبا كانت نص الأسنان. اتعرضت الأول لجالسة ليزر. رسمنا لها الليثة بتاعتها عشان نوصل للمنظر ده. طبعا عندنا الأسنان اللي ورا هنا هوت في الجزء الشمال ده. راجع الورا والأسنان اللي تحت هي اللي سابقة لقدام. طبعا دي مش العدة المظبوطة بتاعتنا خالص. بدأنا ان احنا نشتغل على الليثة في الأول ونرسمها. وبعد ما وصلنا للرسمة ديت. هل الحالة دي نفع لها فينيرس؟ اكيد مش هنفع لها فينيرس. احنا عندنا سنة طالع لقدام قوي وسنة راجع لورا. هتعمل ايه قشرة؟ سمكها نص ملي في حالة زي كده. اضطرينا ان احنا نرجع لحل تاني اللي هو التركيبات. والفينيرس او الكراونز اللي بيعملها السريك الجهاز اللي احنا بنتكلم عنه العجيب السحري ده. بناخد صورة زي كده وبندي تخيل من عندنا او الجهاز بيدينا تخيل هي التحضيرات المفروض تبقى شكلها عامل ازاي او المفروض ان احنا نبقى عاملين ازاي عشان نوصل لشكل عامل ايه. في التحضيرات بتاعتنا بطريقة معانا ودي زي عشان كده بقول لحضرتك السرك عظيم وكل حاجة بس لا يغني ابدا 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 عن كفاءة الدكتورة او عن شطرته او عن خبرته. لمس البشرية. اكيد مستحيل لان انا بعتبر ان التطور التكنولوجيا ده او الاجهزة دي كلها عاملة زي عربية السباء. عربية سريعة جدا وقوية جدا. تقدر تجري بيها بس لو ما سيطرتش عليها ومسكتها كويس هتكون نتيجة اكيد كارسية. دي نتيجة التجميل او الهولد اسمايل بتاعتها. روعة. تركيبات وعلاج لاثة. مجموعة تخصصات اجتمعت مع بعض وطبعا بفضل جهاز السرك هو اللي عمل الاسنان دي بعد ما عملنا الديزاين بتاعها زي ما شفنا في الفيديو اللي قبل ده. وصلتنا للنتيجة دي. كنت هتتكلم على الليزر. ودخل الليزر في حوارنا واحنا بيتكلم على التجميل. وانا شفت وانت بتبداية الكلامك على الليزر ظروف عالم التجميل. بداية الاول بقى ان نضعت الليزر ابتسامت كده ابتسامة واسعة. جهاز رهيب. جهاز رهيب جدا جدا جدا. حللنا مجموعة مشاكل في طب الاسنان. اه ابرزهم مثلا الدحكالة ثوية. الليزر هو جهاز بيشتغل على الصوفتيشو على الانسجة الرخوية اللي موجودة جوه زي اللاثة او الكلام ده. بقدر استخدمه في ايه. في بعض حالات عندنا مثلا بتيجي الدحكالة الثوية. الدحكالة الثوية دي اللي هي لما حد بيضحك بيبان جزء من سنانه. الجزء ده ممكن يبقى صغير. ممكن يبقى متوسط. ممكن يبقى كبير. الليزر في حالة الدحكالة الثوية البسيطة او المتوسطة بس كفيل بدا. طب اللي استعاض عنها قبل كده او الليزر ده بدلنا بي ايه. او بدلنا بايه. بكل بساطة احنا بدلنا جهاز الليزر ده بحاجة زمان. زي مثلا ما احنا شايفين في الفيديو ده. دي عندنا اللاثة بتاعتنا هي حاصل لها اوفر جروث يعني هي بزيادة شوية فمغطية جزء من الاسنان. الجزء ده بكل بساطة احنا هنقدر بعد ما نقصه هنحافظ على العلاقة بتاعت اللاثة والعظم اللي حكينا عليها اللي هي الاربعة وخمسة ميلي اللي تكلمنا عنها بالحالة الثوية. بالضبط اللي تكلمنا عنها. فبنقدر ان احنا لحالة زي دي 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 دحكة اللاثوية بس بنقول عليها متوسطة ان هي لما الحالة بتضحك بيبان جزء من اللاثة مع الاسنان. حالة زي دي تعملنا معها ازاي زمان كان حلها ايه? كان زمان حلها جراحة تلاثة جراحة كبيرة جدا من احنا بنقص اللاثة دي بمشرة وحاجات من دي وخياطة وبنفضل عليها ست شهور لحد ما الدنيا تزبط وتبقى تمام. دلوقتي احنا في جلسة واحدة ببنجة خفيف خالص او في حالات من غير بنجة اصلا خالص بنشتغل حالة زي دي وبنقدر نرسم اللاثة بتاعتنا وكمان برضو داخل معانا السرك لانه بيقدر نعمل بديزاين دي النتيجة بتاعتها بعد ما قصينا اللاثة ما عملناش اي تجميل ولا عملنا فينيلز ولا عملنا اي حاجة هو بس الجزء التجميلي اللي كانت محتاجة او الشقة التجميلي اللي كانت محتاجة هنا كان ان احنا نرسم الليسة او نقص الليسة بالليزر استعدنا عن العملية دي بالليزر جلسة مدتها نص ساعة وصلنا بيها للنتيجة دي طب بعد المتابعة بتاعتها اي دكتور ايمن ده شوية مضمضات وحاجات كده بسيطة وبتيجي بعد اسبوع بتشوف منظر تاني خالص 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 يعني دي بالنسبة لها ايه كده عملت تجميل الحالة دي بس هي اكتشول هي عملت ايه عملت جلسة قص ليزر بس وصلنا بيها للنتيجة دي الليزر جهاز عظيم في عالم جدا 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 له ادوار كتير هنتكلم عليها في التعامل مع اكيد ده بدأوا يطوروا كمان منه دلوقتي يا دكتور ايمن انه ما بقاش يتعامل مع السوفت ايشو بس مع الانسجر الرخوية بس لا كمان ممكن تتعامل بيه مع الاسنان ومع الاضب في حاجات معينة بس طبعا اجهزة معينة متطورة من الليزر اللي بتقدر تتعامل في الكلام ده وانت بتتكلم على حالة قلت لي دي مش ينفعها في دي دي لازم لها كراو لانه لسه الحالة اللي هي كان فيها نوع من العيوب العضبينة جدا واحدة متقدمة وتالية متأخرة في نص السنان بالزبط دي اللي احنا سبطناها من شوية بالزبط ده خلينا قف قدام الفينير هل الفينير اه اه كنجم شباك في عالم التجميل اه اه الناس بدأت زي ما بيقوله اه تحملوا فوق طاعته ده حقيقي اه الناس بقى عندها اعتقد ان التجميل او الهولد اسمايل هو الفينيرز بغض النظر عن هل ينفع ولا ما ينفعش مع ان الفينيرز استخدامها في طب الاسنان محدود بحالات معينة مش محدود بحالات معينة يعني حالات قليلة لا بس كل حاجة لها قوانين خلينا نتفق على ان اي حاجة بتتعامل المزبوطة تتعامل بالطريقة الصحة بتاعتها اكيد بتستمر معانا وما بيجيش منها مشاكل الفينيرز عشان تبقى نتيجة تجميل كويسة او نتيجتها في التجميل كويسة لازم في الاول اشخص ان الحالة دي ينفع استخدام لها الفينيرز يعني مثلا عندنا حالة الاسنان مرصوصة اف مكانها في بس ممكن تفاوت في بروز الاسنان بسيط جدا فرقات بسيطة ما بين الاسنان كسر في الاسنان بسيط جدا مش لنص السنة مش لدرجة نص السنة مكسورة ده حالة زي كده مثلا عندنا تصبغات في الاسنان حبت تسويسات في الاسنان بالضبط حبت فرقات بسيطة كده ما بين الاسنان حالة زي دي هي السنان كلها تقريبا مرصوصة او في تفاوت بسيط في الراسة بتاعتها الفينيرز كمان ومع التطور اللي احنا فيه ده التخانة بتاعتها كنا زمان بنبرد كمية كبيرة ممكن بنعد الملي فيها عشان خاطر ناخد طبقة الفينيرز كويسة أو نعمل طبقة الفينيرز كويسة قوية تستحمل المضوء والأطمو والكلام ده دلوقتي مع التطور السراميكس اللي هي المواد اللي بتستخدم سواء إيماكس أو سواء زركون بقنا دلوقتي نقدر نستخدم حاجة اسمها المنمال بريب فينيرز اللي هي الفينيرز اللي بتستخدم أقل تحضير بتبقى سمكتها تقريبا نص ملي نص ملي ده اللي هي نص الشرطة الصغيرة خالص اللي على المسطرة دي الملي نصها حالة زي كده دي جت عايزة تعمل تجميل تمام نعمل تجميل هل في الحالة دي نتوجه لكرونز وان احنا نبرد ونعمل والكلام ده كله اكيد عندنا حل بديل لها اللي هو الفينيرز بنخشن أو بنبرد من السطح الخارجي ده نص ملي احنا بسميه تخشين بصراحة ليه لان نص ملي ده لا يعد مقياس في التجميل واللي احنا بنشيله بنرجع مكانه بالزبط طبقة من السراميكس ديت اللي هي الإيماكس أو الزركون زي كده النص ملي اللي شلناها بنرجعه تاني بس برصة جديدة بلون جديد برسمة جديدة خالص 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 حالة زي دي قلنا انها تنفع الفينيرز لان استوفت شروط الفينيرز لكن حالة زي اللي فاتت بروز كبير جدا في الأسنان وتراجع كبير جدا في أجزاء أخرى إزاي فينيرية أو عدسة سماكتها نص ملي حالة زي كده بتطبق برضو المبدأ اللي قلنا عليه أسنان مرصوصة فيها تعوجات بنسب فيها تكسر في الأسنان من الحتة الديت بس برضو مش وصل لحد نص السنة هنشوف دلوقتي النتيجة بتاعتها بعد ما بتتعامل الفينيرز أهي سماكتها طبقة سماكتها أو عدسة سماكتها نص ملي بس غيرت في الحالة كتير طب بنتسئل هل بنعمل حاجة زي كده هقدر أن أنا أقطم وآكل وأشرب وعمل اللي أنا عايزه أه طبعا هي معمولة عشان تتعامل معاها معاملة الأسنان الطبعية لكن بشرط واحد اللي بيغيب عن الناس الحاجة اللي ربنا بيخلقها مستحيل أن احنا نقدر نعوطها احنا بنبذي المجهود كبير عشان نوصل لتسعين أو خلصة تسعين في المية منها زي ما قلنا لكن الحاجة اللي ربنا خلقها اللي هي أحسن حاجة في الدنيا لو أهملناها وما تبعناش مع دكتور الأسنان ماهتمناش بالنظافة الشخصية بالفرشة والمعجول مرتين في اليوم الخيط الأسنان على أقل مرة في اليوم أكيد بتبوز وبيحصل فيها مشاكل يبقى الفينيرز أو الكراونز أو الزراعات أو أيا كان الموضوع برضو مهم فيه جدا 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 بعد التجميل مش إن أنا خلاص عمل تجميل أنا وصلت النتيجة اللي أنا عايزة أكل واشرب أنا تمام فأنا لا المتابعة والاهتمام في البيت قبل الدكتور كمان شوية تعليمات بيأخدها مننا بعود أشرح له تعليمات دي انت مطلوب منك تعمل واحد دي تاتو التعليمات دي مش حاجات إضافية ده هي المفروض العادات الطبيعية بتاعتنا كغسيل أسنان كخيط أسنان والمتابعات المستمرة عند الدكتور الأسنان مستمرة مش باستمرار إحنا بنتكلم كل 3 شهور زيارة وكل 6 شهور سواء بنحتاج نعمل تمديف سواء بنحتاج إن إحنا نتشيك بس على السنان وممكن ما بنحتاجش نعمل أي حاجة بس لو حافظنا على الكلام ده كله هناخد نتيجة كويسة للتجميل وكمان هتبقى مستمرة معنا في طائفتين أنا أعتقد كلاهما يعني محتاج يعيد نظر في فكرته عن الفينير في ناس عندها فكرة إيه؟ إن أنا هعمل فينير هتعيش معها مدى الحياة بقى وما ينفعش يحصل أي حاجة فيها تمام وفي ناس تانية بتروج إلى إنه هتعمل الفينير ده أنت بحتاجها ده أنت هتغيرها كتير أنت لو دخلت في حاجة الفينير أنت كل كم شهر كده لازم تروح تجيب فينيرها جديدة بصراحة ده كلام مش صح زي نفس فكرة إيه؟ الاتنين بالصح؟ لا إن فكرة أنه أنا هحتاج أغيرها كل شوية دي ده مش كلام صحي في المية خالص لسبب صغير إحنا زي ما اتفقنا إن أي حاجة بتتعمل مظبوط ابتداء من التشخيص روحت للدكتور شخص لك إن أنت حالة تنفع تتعمل فينير ده من الأول عملنا أشعاتنا اتأكدنا من الحالة المرضية بتاعت الحالة بتاعتنا بدأنا نعمل الإجراء بتاع الفينير بطريقة مظبوطة استخدمنا فيه أجهزة الحديثة اللي اتكلمنا فيها وطبعا بالاستعانى بدكتور متخصص في الحتة دي الفينيرز دلوقتي يمكن فيه دكاترة بتشتغلها بس فينيرز يعني بس فينيرز بتشتغل الحتة دي بس ليه لأنها حتة دقيقة جدا يعني زي ما بقول لحدك إحنا بنلعب في خمسة من عشرة من الملي ولازم نطلع بيها للنتائج اللي حضرتك شفتها دي بكل بساطة لو الحاجة عملت مظبوطة من أول التشخيص لحد التحضير بتاعنا لحد التصوير بجهاز السيرك لحد الديزاين المظبوط لحد ما إحنا بنسلم الفينيرز ديت وتأكدنا أن العضة بتاعتها مظبوطة أكيد ما فيهاش مشاكل حالة زي دي دي حالة فينيرز بايداوي يعني دي حالة بالمناسبة هي كانت جاية لنا أصلا هي عاملة فينيرز قراريدي السنان دي فينيرز قراريدي معمولة بس بكل بساطة إحنا بنتكلم عن الفينيرز الحديثة اللي هي سماكتها خمسة من عشرة ملي دي واحدة هي راحت لدكتور أنا عايزة أعمل فينيرز عملهم لها ولكن بكل بساطة كان عندها مشكلة بسيطة قوي 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 وصلتنا للنتيجة دي بالنسبة ليها ما كانتش مرضية هي بالنسبة لنا مش مرضية خالص طب ليه مش مرضية الأسنان اللي هو عمل عليها العدسات البسيطة خالص اللي هي سماكتها خمسة من عشرة ملي دي أكيد بتشف لون الأسنان اللي تحتها في الحالة دي اللون اللازق اللي بنستخدمه السمنت اللازق اللي بنلزق بيه لدي نيرز أو العدسات دي على الأسنان بيفرق معنا جدا إحنا عملنا هنا السماكة الصغيرة جدا مع أسنان تحت نسبة التصبخ فيها عالية قوي 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 فنتاج نتاج عنه إيه؟ سنة فتحة، سنة غمقى، سنة مسفرة شوية سنة بني شوية وأجزاء في السنة بني قوي ده حقيقي بس المعمول ده فينيرس وفينيرس ما كده خمس من العشر بلي بس نتيجتها كده لأن فيه حتة صغيرة بس غفلناها وإحنا بنلزق البنير دي اللازق نفسه حتى اللازق بيبقى ليه درجات من الألوان في بعض الحالات اللي زي كده مثلا بنستخدم لازق أوبيك لازق معتم تماما زي كده عشان يطفلنا اللون اللي تحت ونبدأ على أساسه نلزق البنير دي من برة مغطين الدرجة اللون الغمقى اللي تحتها فناخد لون موحد مثلا هي هي نفس الرسمة أو عدلنا شوية في العضة لأن كان عندنا فروقات هنا في القواطع الأمامية ده طولنا السنان سنة ورسمنا الرسمة من أول وجديد ووصلنا للنتيجة دي والست بقت مبسوطة جدا هي عملت فينير بعدها ما كملت شهر أو شهرين بتعيد الفينير تاني بس ليه عشان خطوة صغيرة بس اتناست في الآخر خالص وإحنا بنلزق العدسة دي زي ما قلت لحضرتك لو أي حاجة عملت مظبوطة من الأول من أول التشخيص التحضير التصوير بتاع الحاجة دي أو المقاسات بتاعتها التصميم بتاعها لو اهتمنا كمان حتى باللازق اللي احنا بنلزقه بيها أكيد هتحصل هنحصل على نتيجة ممتازة جدا مش هنحتاج نغيرها حاجة مهمة جدا احنا كل اللي تكلمنا فيه ده ده دور الدكتور أو دور المركز أو دور العيادة بتاعتنا طب بعد ما حارك بتمشي من عندنا وانت واخد النتيجة المثالية وعضة مظبوطة وشكل مظبوط وألوان مظبوطة وكل حاجة مظبوطة بييجي الدور بتاع الحالة نفسها اللي هو الاهتمام والمحافظة اللي احنا تكلمنا عليهم رسيل أسنان مرتين يوميا على الأقل استخدام الخيط على أقل مرة واحدة في اليوم كل يوم ومتابعة دورية مع دكتور السنان هل لتغيير حاجة أو تعديل حاجة اطلاقا احنا بس بنتأكد ان كل حاجة ماشية تمام والكلام ده مش عايزين نطبقه على فينير بس أو تركيبات بس أو زراعة بس احنا عايزين نطبقه على حد مش عامل حتى ولا حشوة واحدة بس هو الطبيعي بتاعنا الاهتمام ده الوعي اللي احنا وحضرك طبعا بتقودنا ان احنا دايما نوجه الناس لي الاهتمام دايما بالمتابعة مع الطبيب الأسنان في فترة ما تزدش عن ست شهور من ثلاث لست شهور اللي يازم بقى فيه متابعة مع دكتور السنان لكن زي ما بقوله حضرتك فكرة ان الفينيرز تتعمل وتتغير كل شوية لا لو اتعملت مظبوطة من اول التشخيص لحد التسليم والازقها مستحيل انك تحتاج تغيرها تاني هل ترى اهتمام الناس باللسة وتقدرهم ديها وصل للمستوى المطلوب للأسف ما بيقدرهاش خالص اللسة ما حدش بيقدرها خالص يعني بتيجي المشكلة اللي احنا بنواجهها لحد دلوقتي دكتور ايمان ان بيجي حد هو مش مهتم خالص بأسنانه جير بتلاقي طبقات جيرية وتكلسية رهيبة جدا جدا نتيجة تراكم بكتيرية عليها نتيجة تراكم طبقة البلاكيا طبقة رخوية كده بتتكون على الأسنان دي بتجمع الكالسيم اللي موجود في اللعب بتاعنا يبدأ يكون الطبقة النشفة اللي بتتكون ما بين اللثة والأسنان تبدأ يحصل انحصار في اللثة لان اللثة لازم تبعد عن الأزة ده اللي هو البكتيريا أو البوائي الأكل اللي موجودة دي كلها تيجي تقى الحالة جاية لك عنده التهابات مزمنة في اللثة واللثة يعني لونها أحمر داكن مدمية مجرد بس ما بتعمل بهوة أو تلميسه بتلاقي كمية الدم فضيعة واسنانه بتتلخلخ وعنده ألم طب انت المشكلة دي عندك من اللثة احنا محتاجين بس جلسات تنظيف ومحتاجين نشتغل على اللثة دي شوية والدنيا هتصبت معاك لا أنا بس عندي سناني هي اللي فيها المشكلة مش اللثة طب هل الكلام دا مخنع بالنسبة له لا ممكن يمشي من قدامك ومش مختنع طبعا ان اللثة هي اللي وصلتنا للكلام دا بتفاجأ بنفس الشخص ست شهور سنة بالكتير رجعلك هو هو بس عنده مجموعة الأسنان دي ومجموعة الأسنان دي وهنا درس وهنا درس وهنا درس بقوا بيتلخلخوا بقوا عايمين بسبب المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها بكتيريا وبواقي أكل جمعت عند اللثة ربنا خلقنا لا إراضيا أي حاجة فينا بتبعد عن الأذى بصورة لا إراضية فطبيعي ان اللثة نفسها هتبعد عن الأذى دا أو عن البكتيريا دي هيحصل لها انحصار تكش العظم اللي تحت اللثة هيبدأي كش أصبح الأنسجة الدعمة من عظم وأربطة بقى فيها التهبات وبقى فيها مشاكل قدت للأخلاخة السنة دي فالتهبات اللثة اللي الناس ما قدرتهاش في الأول دي قدت لفقط جزئي أو كلي في السنين فطبعا لا الناس لسه مش مدركة بس دا دور حضرتك ودورنا ان احنا بنوعي الناس للنقطة دي دائما دائما بتنتعني بأسلوب راقي جدا أسلوب منظم للغاية أسلوب هادئ وعارف أولنا إيه وأخرنا إيه الخطة اللي ماشينا عليها إيه حتى الخطة العلاجية بينا جدا في كل كلمة وكل نقلة من كلماتنا من جمالنا في كل محطات الحوار وده يمكن أهم كلمة دلوقتي في عالم طب الأسنان كلمة الخطة العلاجية وفريق العلاج فريق العلاج والخطة العلاجية ضيف العزيزة واحد من سوبرستارز هذا المجال طبعا ضيف العزيزة أساس دكتور كريم بتحت استشاري تجميل وزراعة الأسنان الاسم المتميز في عالم الأسنان كان في واحدة من أرق حلقتنا على الأطلاق في الدكتور ابعد عن أبو العرف وخليكوا دايما مع المحترفين مع الدكتور